ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد المستشار ضياء الوكيل خبير الجماعات المتشددة مرحبا بك معنا سيد ضياء السؤال المهم والذي نبحث عن إجابته اليوم بالحديث عن معركة تل عفر المرتقبة لتحريرها من تنظيم داعش وإعلان التنظيم كمقر بديل عن الموصل تل عفر لماذا أبعد بالفعل الأجانب القادة العراقيين في صفوف التنظيم وما الهدف من ذلك كيف يمكن لتنظيم مثل تنظيم داعش أن يحقق أي تقدم أو انتصارات إن لم يعتمد على العراقيين أنفسهم أو بعض العراقيين كقادة في صفوفه مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة في البداية هذه العقدة تعود إلى عام 2003 حيث انقسم المقاتلين الذين جاءوا إلى العراق قبل عام 2003 إلى ثلاثة فرق فرقة تجهت نحو الأنبار واستقرت في الفلوجة والفرقة الأخرى تجهت نحو صلاح الدين ونينوى في صلاح الدين استقرت في الصينية وفي نينوى استقرت على طريق يعربية وعلى طريق ربيعة والقامشلي استقروا في قضاء تلعفر في حينها تم تأسيس قاعدة كتيبة التوحيد والجهاد وظهر فيها أبو مصعب الزرقاوي لأول مرة في حينها رفض العراقيون الذين اجتمعوا في مدينة الفلوجة في شهر حزيران رفضوا أن يقاتلوا تحت قيادة تنظيم أو تحت قيادة خارجية فكان هناك مزل الشورى المجاهدين وقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين لاحقا أنا أعتقد أن لتلعفر أهمية وقيمة رمزية ذات بعد نفسي حساس لدى قيادات تنظيم داعش لأنه كما قلت هذه المناطق الثلاثة منها انطلق النشاط الإرهابي بعد عام 2003 وفي تلعفر حدثت هناك هنفجروا فتنة طائفية ما بين المكون الواحد وهو المكون التركماني المحب للتسامح والسلام كان هناك فتنة طائفية تسببت في جروح غائرة وعميقة في النسيج الاجتماعي لهذا المكون كان هناك تهجير طائفي لجهتين من السنة ومن الشيعة هذا يعني هذا وظهر أيضا هناك غلات المتشددين والمتطرفين العراقيين كينا نبتعد كثيرا سيد الوكيل عن السؤال القادة الأجانب اليوم في تلعفر لماذا وكيف تم ذلك ما الهدف من إبعاد إفصال القادة العراقيين هم الأجانب يعني القادة العرب والأجانب إذا صحت التسمية هم الذي قادوا معركة يعني أيمن الموصل وهم الذين يعني يقودون هذه المعركة لأسباب هم هؤلاء القادة أنا قلت لك هذه قيمة أهم من الناحية النفسية والمعنوية والاعتبارية هذه المدينة أهم من الموصل بالنسبة لهؤلاء بغض النظر عن الجانب الاستراتيجي والتعبوي والعسكري الحيوي الذي تتمتع به مدينة تلعفر وقضاء تلعفر هؤلاء القادة سكنوا هذه المنطقة بعد 2014 جاءوا بعوائلهم إلى هذه المدينة بعد أن هجروا سكانها من الطائفة الثانية في هذه المدينة أنا أعتقد أن عوائلهم معهم وهذا عنصر حساس بالنسبة لهم وهو أيضا عنصر ضعف وعامل ضغط عليهم وعبء أيضا ولذلك أنا أقول وبعد أن ضاقت عليهم بالمقابل القادة العراقيين ما هو مصيرهم إن كان لديك أي معلوماتهم أو عوائلهم بعد أن تم إقصاؤهم من التنظيم يعني هم يعتمرون البعض منهم فر من المعروفين في أيمن الموصل قبل بدء المعركة في 19 شباط قسموهم ثلاثة أقسام قسم يعني ذهب باتجاه الصحراء ثلث باتجاه الصحراء وثلث ذهب إلى تل أحفر بما فيهم عراقيين محليين معروفين يعني مكشوفين لأجهزة الاستخبارات وللمعلومات ذهبوا ومع الأجانب ذهبوا إلى قضاء تل أحفر أنا أعتقد أن القيادة لهذه الأسباب التي ذكرتها القيادة هي لغلات المتشددين الأجانب من تنظيم داعش ولا ننسى نقطة مهمة جدا أن عبد الرحمن مصطفى القادولي الملقب بأبو علاء العفري أو المكنة أيضا بأبو علي الأنباري هذا نائب قتل في شهر أب من عام 2015 هذا نائب أبو بكر البغدادي وأيضا أبو مسلم التركماني رئيس المجلس العسكري لتنظيم داعش وأيضا قتل في شهر أيار من عام 2015 يعني خرج من هذه المدينة هذه المدينة أنا أعتقد أن هؤلاء لهذه الأسباب وأيضا هناك المدينة فيها جنوبها يعني فيها بساتين كثيفة وأيضا توجد في داخل المدينة قرب القلعة نعم مناطق يعني تشبه المناطق القديمة لأيمن الموصل ولذلك أنا أتوقع أن هناك معركة شرسة ستنشف في داخل هذه المدينة خاصة بعد أن ضاقت بهم الشبل نعم بعد أن ضاقت بهم الشبل ويعني ضاقت شبل الفرار يعني المحفوفة بمخاطر كبيرة ولذلك هؤلاء فضلوا البقاء في هذا القضاء وهذه المدينة ونحن بانتظار يعني معركة تحرير قضاء تلعفر شكرا جزيلا سيد ضياء الوكيل الخبير الجماعات المتشددة متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من العاصمة بغداد